قلنا من أهم ذلك معرفة وتمييز الأحكام الثابتة عن الأحكام الولائية المتغيرة ولكنه هذا ثبوتا ما هو الطريق الإثبات للتمييز يعني ما هي الآلية التي نستند إليها لتمييز الثابت عن المتغير أشرنا بالأمس قلنا من أهم طرق ذلك هو الوقوف على الظروف الاجتماعية التي كانت تحيط بصدور النص يعني هذه القاعدة اللي أسس لها علماؤنا تعال جرد الرواية عن ظروفه افهم الرواية في ضوء المعنى اللغوي والسياقات اللفظية لا 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 أبدا أبدا كل حكم شرعي صادر من النبي أو الأئمة لا بد أن نرجع إلى أنه ما هي الظروف التي صدر فيها الحكم نتعرف على الظروف الاجتماعية السياسية المالية الاقتصادية حالة الناس فقر الناس في كتاب الإسلام يقود الحياة في صفحة أعزائي 53 الرواية في صفحة 51 ما روي في أحاديث عديدة من أن النبي قال التفت إلى الرواية قال من كانت له أرض فليزرعها هو شيء يزرعها يا رسول الله ما عندي ما أقدر أزرعها أو أو ليزرعها أخاه ينطيها بمئيد من؟ بيت فلاح يقول له شنو؟ ازرعها بعد يا رسول الله ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى مو من حقها يا أجرة أسأل الآن بينك وبين الله انتهي الرواية تعالي اقراها ثم اقرأ عشرات الروايات الأخرى عن الأئمة أنهم أجازوا إجارة شنو؟ من مسلمات فقه المسلمين أصلاً هاي مو مؤملت الإمامي سؤال شي صر هنا أنا مولانا ها ومن الواضح أنت إذا حملت هذه الرواية الواردة عن رسول الله على أنها حكم ثابت ومن أجزاء الشريعة تقول تعارضت مع شن؟ فشنسوي له مولانا؟ الجواب لون نحمل الروايات اللاحقة على التقية باعتبار حديث رسول الله ومن نقدر نحملها على التقية لون نسوي الجميع عرفي لو حاكموا محكوم لو واردوا مورود إلى آخر ولكن كل العلماء المسلمين شيعة و سنة وفي رواية أخرى أنه قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أباه فليمسك أرضه إذا ميلد ينطيها الغير لا ينطيه ولكنه مو من حق أجره يعجرها وفي رواية من كانت فإن عقد الإجارة هذا كلام السيد الشهيد وإن كان قد سمح به من وجهة القانون أو الفقه الإسلامي أسأل الحكم الثابت جواز ماذا؟ جواز الإجارة إلا أن النبي يبدو من هذه الروايات أنه استعمل صلاحياته بوصفه ولي الأمر في المنع عنها حفاظا على التوازن الاجتماعي وللحيلولة دون نشوب كسب مترف لا يقوم على أساس العمل لماذا؟ باعتبار أنه أستطيع قولي سيدنا كل وقت أقول لا باعتبار رسول الله هذولا كثير من هذولا اللي دخلوا إلى الإسلام من كبار من كبار الزعماء الجاهلية و أصحاب الإقطاعيات كل واحد يملك لملايين الأمتار شنو من الأراضي و هذول مولانا يشتغل و ما يشتغل على شنو يشتغل مولانا والله يشتغل في أراضيه ألفين فلاح هذه لابد الشارع شي سوي ولذا انصحت الرواية رسول الله قال ما تلتطي لا تنطي ما منطي لا تلتطي ولكن مو من حقك شنو تأجرها يعني مو من حقك أنت تأخذ مالا لترتفع و ماليتك في قبال ماذا هؤلاء حتى هاي الحالة الطبقية ها أنت إذا ما تقرأ الظروف الاجتماعية التي في ظرفها صدر هذا النص قل تجعلها ما هي ها تجعلها حكما ثابتا و عندك أدلة واضحة دلت على جواز الإجارة فيقع التعارض بينك وأعزائي يكونوا على ثقة الأعلام في كلماتهم ما تتجاوز عشر خمسطعش عشرين حكم مولائهم طلعين ولكن في عقيدتي مئات الأحكام الولائية صادرة ممن خصوصا من النبي يا هاي في عشر سنوات هذه في هاي العشر سنوات لأن النبي مولانا اجا ويريد يقيم شنو دولة والدولة بها لوازن بها مقتضيات بها اقتضاءات لا بد أن يقوم كانت لإدارة وضع المسلمين في ذاك الوقت ولكن نحن بعض هذه الروايات عندنا قراء على أنها ما هي ولائية ولكن حيث لم نقرأ تأريخ النبي صلى الله عليه وآله من هذه الزاوية زاوية أن هذا الحكم لماذا صدر في السنة الرابعة من الهجرة ولماذا ذاك صدر في السنة السابعة من الهجرة ولماذا صدر ذاك في السنة الثانية من الهجرة لو تقرأ كثير من الأحكام يتضح أنها ما هي أنها ولائية وبذلك يرتفع التضاد بينها وبين كثير من الأحكام الأخرى ترجمة نانسي قنقر